القضية تويتر القضية هي مرة أخرى ولكن هذا الصمود وسوف يستمر والنضال من أجل حقوق الإنسان سوف يستمر ما هذه هي إلا محاولة أخرى لقم حرية الناس في التعبير عن آرائها حقيقة أنني أشعرني لأسف أن أرى هؤلاء العشرات من الناس يحب يحيطون بمنزلي ليس للقبض على مجرم وإنما للقبض على شخص يعبر عن رأيه للأسف الشديد هذا يدل ويبين أن الأوضاع متهجهة من سيء الأسوأ ولكن الأكيد أن النضال سوف يستمر من أجل حقوق الإنسان والكفاح من أجل العدالة في هذه البلاد وكل الانتهاكات والتعذيب والجرائم سوف يستمر حتى أن تتوقف وكل هذه الشرطة وكل هذه الرجال وكل هؤلاء الناس سوف لن يوقف عملي ولن يقوم كفاحي ونضالي